ترجمة نانسي قنقر تسهل عليهم كثيراً أنه يأخذوا قرار يجب أن تخبروا أمكم، بيكم أخواتكم، أولادكم، مرتكم أو جاوسكم وأمتى؟ هلأ هلأ أدوا قدين شو؟ شوقت هلأ؟ هلأ هلأ بسرعة يعني بأسرع وقت ممكن أولو أنا بديقوه بأعضائي وبأدي طيب إذا ما عنكم حداً كمانا في طريقتين يتليفون وأنا هلأ رح تلفل لأختي وخبرها قدامكم رح تلفل لأمي هلأ رح أتصل بخيّة هاي حياتي هاي ماما كيفيك؟ عم تطبخ بعد قل بدي ذكرك بس أنا خبرتك قبل بس بدي ذكري أنا قررت أني قوه بأعضائي أنا قررت قوه بأعضائي مش هلأ في حال ساشي أنا أبدو قوه بأعضائي ماما أنا رح قوه بأعضائي وأنت وهبيلي أعضائي كل أعضائي وأنسجتي ماما أمن بالك مفي شي لا 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 ماما حبيبتي ما بني شي ليه؟ كيف يعني لامين؟ حدا عايز كلوي حدا عايز قلب عم تتخيلي أنه أنا إذا رحت من هالدني حدا تاني يقدر يشوف بعيوني؟ حيا الله حدا بيحتاجون يا حياتي ما رح يصير فيه شي يلا بس إنه بلكي ماما ما تبكي إنه إذا أنا حتاجت للشي إنه ما بتفكري بالموضوع يمكن إن حدا يخلص لي حياتي لقلب بس هيا فيك تعملها أنت كمان؟ باي باي زالت صافة بس ما هم عرفت أنا خبر وأنت؟ وهب الأعضاء بكافة تخبر عنه وهلأ شو بعدين؟ حيبي بتعرف عن وهب الأعضاء؟ تصل باللجنة الوطنية لوهب وزرع الأعضاء